نحن جميعاً في رمضاننا ومعادينا ومعادينا تتحول معها مدينة النور إلى ساحة للمعارك بين المحتجين والشرطة وسط أعمال عنف وتحطيم نوافذة وحرق لسيارات ونهب لمتاجر ماكرو وفي أول وأهم خطاب له منذ اندلاع الأزمة قبل أربعة أسابيع حاول استرضاء المحتجين بسلسلة من الإجراءات بهدف تعزيز القدرة الشرائية للفرنسيين أطالب الحكومة والبرلمان بالعمل من أجل رفع الأجور وتخفيض الضرائب وبدأ من 2019 ستكون هناك زيادة في الحد الأدنى للأجور بمقدار 100 يورو كما سيتم إلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافي وكذلك العلاوات وسيتم إلغاء ضريبة عن كل من دخله أقل من 2000 يورو ومع إعلانه حالة الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية رفض ماكرون إعادة فرض الضريبة على الأثرياء بدعوى تنشيط الاقتصاد مطالبا أصحاب السطرات السفراء بالتهدئة طلب يتناقض مع المعاملة الوحشية التي تعرض لها المحتجون على أي قوات الشرطة والتي لم تستثمين صغيرا أو كبيرا أو حتى المقعدين ليس هناك مبرر لأعمال العنف ولن يتم تساهل معها ورأينا انتهازيين يحاولون استغلال الموقف وإفساده لا يمكن لأي غضب أن يبرر الاعتداء على رجال الشرطة والدرك أو تخريب مبنى أو متحف عام كلمات ووعود لم تقنع أصحاب السطرات السفراء للعدول عن مواصلة احتجاجاتهم متسائلين عن سبب تأخير هذه الإجراءات وأنه يتعين على ماكرون أن يمضي إلى أبعد من ذلك عبر مواصلة الاحتجاجات أما المعارضة من اليمين إلى اليسار فلم تجد تغييرا في السياسة مع بقاء الحكومة على حالها مشيرة إلى أن الإجراءات غير كافية ما يعني الاستعداد لجولة خامسة من حراق اجتماعي حاول ماكرون قبل خطابه بحثه في اجتماع ضم وزراء من الحكومة وممثلين عن النقابات العمالية والتحدات أرباب الأعمال حراق وصلت عدوى إلى كل من بلجيكا وهولندا حيث تكرر سيناريو باريس في بروكسل ولهاي وأمستردام وإن كان بأعداد أقل لتصبح حركة السطرات السفراء رغم عفويتها الحركة الشعبية التي قد تهدد مصير حكومات في أوروبا لبرنامج هون الرياض الهام صلاح